تفضل صاحب السمو الملكي الأمير خليفة بن سلمان الخليفة رئيس الوزراء الموقر حفظه الله ورعاه فشمل برعايته الكريم اليوم حفلة تخريج الفوج التاسع من طالبة وطالبات مدرسة AMA الدولية حيث أناب سموه سعادة الدكتور ماجد بن علي النعيمي وزير التربية والتعليم لحضور هذا الحفلة الذي أقيم في فندق الخليج بحضور الدكتور أما بيلا جيلوس مبعوث فخامة رئيس جمهورية الفلبين لدول مجلس التعاون لدول الخليج العربية وبهذه المناسبة نقل سعادة الوزير تهاني وتبركات صاحب السمو الملكي رئيس الوزراء إلى الخرجين والخرجات وتمنيات سموه لهم بدوام التوفيق والنجاح مشيدا باهتمام سموه وعنايته الدائمة بالتعليم في مملكة البحرين كركيزة أساسية من ركائز التنمية والازدهار بما في ذلك تشجيع سموه حفظه الله من الاستثمار في قطاع التعليم الخاص وبين الوزير أن مسيرة التعليم في المملكة خطت خطوات كبيرة بفضل دعم ومساندة قيادته قيادة بلدنا العزيز يحفظها الله ويرعاها بما مكن الوزارة من تطوير خدماتها على صعيد التعليم الحكومي والخاص بكافة مراحله من جانبه ألقى مبعوث فخامة رئيس الفلبين كلمة رفع فيها أسماءيات الشكر والتقدير لسمو رئيس الوزراء على تفضله برعاية حفل تخريج هذا الفوج من طلبة المدرسة مشيدا بالتطور الكبير الذي تشهده المسيرة التعليمية في مملكة البحرين بفضل الدعم الذي تحظى به من قبل سموه الكريم وكشف في كلمته عن قرب افتتاح المدرسة لمبنى جديد يستوعب أكثر من ألفين طالب وطالبة إضافة إلى العمل على إنشاء مدرسة لذوي الاحتياجات الخاصة وأضاف أن مدرسة AMA الدولية حققت العديد من الإنجازات في الفترة الماضية ومنها تحقيق طلبتها سبع عشرة ميدالية ذهبية وفضية في المسابقة الدولية للخطابة والمناقشة والكتابة باللغة الإنجليزية والتي أقيمت العام الماضي في تايلند بمشاركة أربعين دولة إضافة إلى تأهل طلبة المدرسة لتمثيل مملكة البحرين في بطولة العالم للروبوت المتحرك والتي ستقام في كوستريكا نوفمبر المقبل بدورها هنأت السيدة ماريتا سيكات مديرة المدرسة طلب بمناسبة تخروجهم شاكرة أولياء الأمور على كل ما قدموه من دعم ومساندة لجهود المدرسة خلال سنوات دراسة أبنائهم وبناتهم وتمنية التوفيق للجميع ثم تم توزيع شهادات التخروج على 159 طالبا وطالبة حضر الحفل سعادت أسيد جميل بن محمد علي حميدان وزير العمل والتنمية الاجتماعية وعدد من المسؤولين وأولياء أمور الطلبة